سي عمر شاركت مؤخرا في المنطقة العربي لقصيدة المقاومة ونحب نشجع صديقي وولدي وخويه الأصغر عادل أمامي في هذا المسعى لأنه يعمل فيه ملتقاه واحده ومسكين زيرو مليم ليس دعم حتى جهة ومجهوده الخاص بجهده اللي كان فمه فلوسه لو يدبرها هو من عن الجهات لا يتقدمش لوزار الثقافة انها تعاونه لا ارش ما نتصورش بجهد مجهود خاص طيب ايضا واخلي تمشي الجندوبة ولا تمشي الباجة مش تعملوا في مؤسسات الدولة معنى وزار الثقافة في دار الثقافة المكتبة العمومية والناس اللي بش تجيبهم بش بيتهم هما في المؤسسات هذية فهمتها معنى مثلا لو تمشينا الباجاز كنا في دار شباب اللي هي تبع دولة توصية مش تبع دولة أخرى وهذا النوع آخر من الدعم المفتاح القديم تساقط الورقات على الورقات وتساقط الكلمات على الكلمات وما زالت الارض دامعة وما زالت الارض دامعة النظرات قدام مشهد الدبابة والجرافة اليومي ما زالت الارض تستبق الخطوات خلف ذلال نهار طليق ما زال صديقنا المحتل يطلق نيران رشاشه في ليل أزقتنا في شوق شوارعنا في صمتنا في صوتنا في موتنا في جنائز أيامنا ما زال صديقنا المحتل يطلق نيران رشاشه في قاع أحزاننا في شاهق أفراحنا ما زال صديقنا المحتل يمشي على أشيائنا ويمشي على تربة عالقة بالجذور ما زال يمشي على تربة تتذكر ما زال صديقنا المحتل يشذب الأشجار يشذب الأفكار ما زال يشرد الإنسان يبدد الأفراح والأحزان ما زال صديقنا المحتل يعرب التاريخ والوطن والأعراب تساقط الورقات على الورقات وتساقط الكلمات على الكلمات ومنذ الهجرة الأولى ما زال في مطلع الأرض شيخ يجلس القرفصاء تحت ذلال الأيام يحتفظ بمفتاح بيته القديم وبحفنة من تراب بستانه الجميل لم ينحن الشيخ والمفتاح ما زال يهتف أعلى من السنوات ما زال الشيخ يقلب وجهه في السماء آن له أن يحط رحال انتظاره آن له أن يدفئ نظراته العاشقة لابد للأرض للأعشاب للأشجار للأفكار لابد للإنسان لابد للأفراح لابد للأحزان لجدران البيوت الخفيذة لذلالها الشاهقة لابد لمن صمد بعد النكبة لابد لمن صمد بعد النكسة لابد لمن صمد بعد الخيبة وبعد الخيبة لابد للصامدين جميعا أن يخروا سجدا لابد للشهداء أن يترفعوا عن عقيدة التحرير الوطني لابد لهم أن يتطهروا من خطيئة الكفاح المسلح حتى لا يزعجوا عساكرة وجرافات ودبابات وطائرات صديقنا المعتل تساقط الورقات على الورقات وتساقط الكلمات على الكلمات وبعد مشاريع التسوية وبعد اختراق المدى للمدى وبعد اختراق الصدى للصدى وبعد اختناق الشذى لابد للاجئين خارج الأرض أن يغتالوا الدمع والأشواق لا بد لهم أن يغتالوا الوطن والتاريخ لا بد لهم أن يطيروا الأوراق الطائرة لا بد لهم أن يموتوا قبل الموت وبعد الموت لا بد لسكان المخيمات أن يقلموا أظافر المفردات عند تلاوة نص الخطاب لا بد للقامات أن تتقلس أثناء حفلة التوقيع لا بد لهم أن يغلبوا نبرة الصمت لا بد لهم أن يغلبوا نبرة الموت لابد لهم أن يموت قبل الموت وبعد الموت تساقط الكلمات على الكلمات ولابد لعساكر الدنيا أن تتوحد لنزع أسلحة الدمار الشامل التي يملكها شعب المخيمات لابد لنساء رفح أن ينتزعن جلابيبهن السود بصدورها المطرزة لابد لأطفال القدس أن يطفئوا نظراتهم المترقبة لابد لشيوخ الناصرة أن يصموا آذانهم حيال نداءات الأرض ويناموا هادئين لابد لهم أن يموتوا قبل الموت وبعد الموت لابد لطائر الفنيق الفلسطيني أن يحط رحال السماء بعيدا عن الأرض لابد للسنابل لابد للبلابل أن تترفع عن النبرة الشاهقة لابد للمقاتل أن يترفع عن النظرة العاشقة لابد لشعب المخيمات أن ينسحب من الأرض التي يحتلها بقوة الانتماء لابد له أن يحترم الاتفاق لابد لشعب المخيمات أن يشهد في خشوع مشهد الدبابة والجرافة والوطن المسحوق تساقط الورقات على الورقات وتساقط الكلمات على الكلمات ولا شك فلسطين باقية ما دام الإنسان ما دام الله ما دام الحب ويعلم البحر تعلم السفائل تعلم الأرض والسماء تعلم الأشجار تعلم الجرافة والدبابة يعلم الجنود يعلم الشهيد والشهود يعلم القتيل والقاتل تعلم القبائل أن الواقفين خلف الأسلاك قتل حتى مطلع الأرض فلابد للليل أن ينجلي ولابد للقيد أن ينكسر النص الذي كنا نستمع إليه بصوتك عمر سبيكا بعنوان المفتاح القديم هذا النص كتبته منذ زمن عن القضية الفلسطينية وكأنه كتب اليوم الأديب والفنان لا يمكن أن يتنصل من قضاياها سبيع عمر طبعا هذا يصدر في كتاب الكتاب يسمه قتلى حتى مطلع الأرض الكتاب صدره عام 2007 كتبت القصيدة لهذا يمطول جادويلة نعم وأنت أهداء الكتاب إلى الواقفين خلف الأسلاك إلى شهداء الأرض قصيدة طويلة تضمنها هذا الكتاب وهذه كانت المقدمة على الكتاب نعم في كم من صفحة جاءت الكتاب الكل فيه ممكن تسعة وتسعين صفحة ثمانية تسعين صفحة حاجة كملك قصيدة واحدة في تسعة وتسعين قصيدة طويلة قصيدة طويلة نعم وعندك العديد من المشاركات في الوطن العربي أنت معروف على مستوى الوطن العربي في تونس مكش معروف برشا في حدود الميدان الأدبي ميدان الشهري لكن جماهيريا أنت مش معروف لماذا سيعمار؟ أخذر المشكلة في تونس لماذا في الوطن العربي أنا أعرفوك وفي تونس لا أعرفوك أنا في تونس لا أمني في السيستام السيستام أنا ضده أنا أعرض في برغيبة مني عمري خمسة شن سنة أدخلت في منظمات وتنظيمات وتظاهرات وحركات ليس متحذب ليس منتميل أي حزب أي تنظيم أما عندي فكرتي فكرتي ليس مع النظام اللي يحكم في تونس رأني ما حبيتش ما قلتش ولا ما حبيتش نقول أنا أكثر نظالية من الناس الكل ولا أكثر جودة في شعري من الناس الكل ولا الناس اللي موجودين في المشهد أنا خير منهم حبيت نقول فما ناس خذت حظها وأنا مخذيتش الحظ اللي يخذوه هم فهمتني معنا يمكن أنا نكون مخطئ في الحكاية دي أنا نحترم الشعراء كله أي كاتب أي فنان أي مثقف حتى مختلف عليه برشا معنا حتى مجيها الأخرى الفكار اللي مخالفة لي أنا مهم أما اللي منحبوش في الفنان أو اللي في الشعر يبدأ سلوكه خارج النص يبدأ سلوك مرتدي خطر فهم حاجات نتفق عليها الكل فما حاجة صارت أنا أصبته بمرض يتيم من عام 2000 بريسك 2000 عام 1990 قعدت عشر سنين كاكا ومن بعد عملوا الدياغنوستيك طلع من المرض أنا الأولاني في دونس كتشفوه بالمرض هذه المرض هذه العضلات بدن الكل يتكبسوا وما يترخفوش فهمتني يتكبسوا 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 هذا المرض هذه خذيتي من عمري الآدبي وثقافي يجي 15 سنة قعدت 15 سنة لا نتبع في المشهد الأدبي لا نمشي لا ندوي في روحي ونتبع في المرض أنت واختا ديجا ما يعرفوش ما المرض أكله 15 سنة رجعت عندي ثلاثة سنين أما ننشر في الكتب أو في المدة ننشر في الكتبك أنت من الكتاب المتميزين في الساحة هذا من حسن ذوقك في الساحة الثقافية لا هذا ما هوش رأينا هذا رأي النقاد أيضا رأي العديد من المتابعين رأي بعض القراء شكرا لك شكرا لك عمر سبيكا الشاعر المتميز عمر سبيكا غدا تذكرين البنية تلك التي التحفت روحها وتراب المخيم التحفت راية الوطن اللاجئ بالقفر وانتفأت غدا تذكرين البنية تلهو قريبا من الوصف تلهو قريبا من القسف أشياؤها هؤنا تكمل الوصفة فيما تبقى أرى ما أرى ما تبقى من الوصف دراجة دمية نائمة والمدى يمتطي عجلات المدى كي يشجر أيامها القادمة المدى فارع في أعالي المدى يصف الشجر طائرا يوقذ الذاكرة يطلق الراية الطائرة أرى ما أرى أصف الشجر المتفكرة الطائرات العلية تعلو ويكتمل القسف يكتمل الوصف تبقى البنية منفية في المكان ومرئية في الزمان غدا عندما تترقرق دمعتها بالصور بالمراية تفيد وصايا البنية في زخرف الأرض في رقصة المطر فهل كان لابد من حلم دامع كي أنام؟ ترجمة نانسي قنقر